إنجاز استراتيجي جديد يسجل في سجل انتصارات الجيش اليمني والجان الشعبية شكلت سلسلة جبال الضحيضة ومحيطها الواقعة في محافظة الجوف اليمنية مركزا له عبر خمسة مسارات انطلقت العملية الهجومية الواسعة والهدف تحرير سلسلة الجبلية وفك الحصار عن عدد من جنود الجيش والجان إضافة إلى استعدة جثمان الشهيد هاني محسن طومر والتي سميت العملية تيمنا به بعملية الشهيدة بفاضل طومر بدأت العملية باستهداف تجمعات وتحصينات قوات هادي والتحالف السعودي بالسلاح المدفعي وهو مكبدهم خسائر فادحة ليتقدم إثر ذلك الجيش والجان الشعبية على المسارات الخمسة المخطط لها والتي شهدت التحاما مباشرا مع آليات ومدرعات قوات هادي قبل أن يتم تدميرها بشكل كامل سعد قوات هادي والتحالف السعودي خلال العملية لاستعادة المناطق التي حررها الجيش اليمني واللجان الشعبية عبر هجمات لاحقة إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل بعد أن كسرت على أيدي الجيش واللجان وهو مضاعف خسائرهم وأجبرهم على الفرار المشاهد التي نشرها الإعلام الحربي اليمني والتي وثقت بدقة تفاصيل العملية أظهرت حجم الخسائر الكبير التي طالت آليات ومدرعات العدو والتي عمل الجيش على إحراقها لاحقا ليحصي منها ما يقارب الستين مدرعا إضافة إلى أسر 11 عنصرا واغتنام أسلحة متنوعة حققت عملية الشهيدة بفاضل طومر أهدافها بتحرير سلسلة جبال الضحيضة ومحيطها بالكامل وبالتالي فك الحصار عن موقع الجيش واللجان واستعيد جثمان الشهيد طومر لتنال العملية بذلك أهمية كبيرة لما يشكله موقع السلسلة الجغرافي من نقطة استراتيجية باقترابها من الخط الدولي الرابط بين مأرب ومنفذ البقع والحدود السعودية مرورا بمديرية خاب والشعف ذات الأطراف المترامية والحدودية مع نجران السعودية